مجلس أمناء مؤسسة التعاون الفلسطينية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية الحقيقة سعيد خوري أو أبو طفيق أو العام سعيد كما أصدقائه بين الدول تعود معرفتي فيه إلى ما يزيد عن ربع قرن وهو رجل معروف من الأساس يعني في عالم الأعمال وله نشاطات سياسية اهتماماته لها طابع وطني كونه فلسطين للأسل فلا طابع وطني بمعنى أنه بوطنه فلسطين عنده اهتمام كبير بالأمر وعنده اطلاعه على علاقة بالقيادات الفلسطينية كل سنوة له نشاطات عديدة في مجال خدمة القضية الفلسطينية في مجال خدمة أبناء وطنه الفلسطينيين بساعدهم بالعمل بساعدهم مساعدات اجتماعية بالدراسة والتعليم بتسهيل أمور حياتهم بالبلدان اللي هو متواجد فيها حيث الشركته ممتدة على مساحة الوطن العربي وفيه جزء بأفريقيا وفيه آسيا وفيه الغرب أيضا للولايات المتحدة وخلافه فالرجل بدون أدنى شك أنه رجل مميز له احترامه له موقعه له مصداقيته في العالم العربي وبعالم الأعمال من رجال الأعمال المعدودين في العالم العربي اللي هو يعتبر لكثير من الناس قدوي بصدقه بصدق تعامله بنشاطه بدأبه على عمله بمرحقته لأعماله بمصداقيته بتنفيذ الأعمال التي طنات به بشكل حسن وجيد مما جعل الشركة اللي هو مساهم فيها وبإدارته السمع طيبة في عالم المقاولة لا يزال سعيد خوري يمارس نشاطه في الإشراف المباشر على عمليات مجموعة سي 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 التي يترأسها وبالإضافة إلى قيادة التحول والنمو الكبير لمجموعة سي 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 يقدم خبرته واندفاعه وحبه للعطاء إلى العديد من الهيئات الاقتصادية والإنسانية والثقافية اللبنانية والعربية والدولية فبالإضافة إلى شغله العديد من المناصب القيادية المذكورة يشغل حالياً منصب عضو صندوق النقد العربي وهيئة المبادرة الفلسطينية لتعزيز الحوار العالمي والديموقراطية ورئاسة مجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية التي تنشط في تنظيم الندوات الاقتصادية سنوياً وهو أيضاً عضو مجلس إدارة البنك العربي ومن كبار المساهمين في بنك عودي حيث يشغل منصب مستشار مجلس الإدارة نحن منعتز بشراكته بكلمة الكريمة لدرجة أنه نعتبره من شركينا المميزين ويلي هو دايماً بالنسبة إلنا قدوة لحتى يكون إلنا مواقف بإرشداته أحسن من المواقف يلي تنعرض علينا أو أن نفكر فيها دايماً حكمته وتفكيره السليم عم بساعدنا لحتى أنه نتقدم بالطريقة يلي هو تقدم فيها ونجح فيها فهالمبادئ هذي يلي كتير أنا بعتز فيها بمعالم سعيد كشخص بتمنى أنه كل واحد منا أنه يتميز فيها كمان ويكون هو قدوة إلنا يعني على هالأساس إضافة إلى ذلك يشغل سعيد خوري منصب عضو مجلس أماناء مؤسسة بيت لحم واشنطن دي سي وكذلك منصب عضو مجلس إدارة شركة إنطويل إي سي البحرين وكانفست كوربوريشن أن في بي كندا والشركة العربية للتأمين على الحياة وضد الحوادث الأردن وشركة القدس للتطوير والاستثمار والعديد العديد من المؤسسات والشركات في لبنان وفي أنحاء العالم ما في إنسان اللي عنده نعم من الطموح بس تختلف طبعاً طموحي ما إلو نهاية فالطموح بالنسبة للشركة بدي إياها تصير تنافس الشركات العالمية هاللي بالعالم العربي تصير تقدر تقوم هي بأكبر عمليات الحالة من دون ما نجيب شركات أجنبية تنفسه تنفسه الطموح العائلي الحمد لله موفق في عيلتي ولكن أهمي أنه يضلوا على هذه العلاقة الأوية أنا بقرأ كثير وبدرس كثير المؤسسات الكبيرة بتضاين جيل جلين نادر المؤسسات العائلية ما بتضاين أكثر من ثلاثة أجيال بعد ثلاثة أجيال بتروح لا خلافات ولا أقصص وهذا فأملي أن أولادي وأحفادي يضلوا ماشيين على نفس الطريقة ومثل ما أنا وحسيب الصباق ابن عمتي كنا يكونوا كلهم هن نفس الشيء ويضلوا على الطريقة ويقوموا بقى الشركة ويضلوا أحباب ويضلوا محافظين على الأسس اللي مشينا عليها سعيد خوري قصة نجاح أم نجاح في قصة سطرت حروفها الأولى إرادة قوية وعزيمة لا تقهر رجل نحت بداياته بدقة وشجاعة ورسم طريقه بألم طارة وطارة بفرح وأمل فكان حضوره أكبر من المساحة وطموحه أعلى من القمم حقيقة أنا ما ربطتني فيه لأبو توفيق علاقة عمل ربطتني فيه علاقة صداءة واحترام بود الرجل محترم ورجل ناجح وكنا نلتقى في المملكة العربية الصعودية من الوقت الآخر في كثير من الأمور في كثير من الأحيان كنا نتشاور ببعض الأمور وفي أمور قبل ما أجع رئيس الحكومة خصوصاً في أمور كان يأخذ رأيه فيها وأمور أنا أخذ رأيه فيها وبدون شك أنه رجل مميز ورأيه للواحد من المفيد أنه يسمع له لأنه رجل لديه خبرة ولديه نظرة ساقب اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة